السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم احمد المرسي في قناة تعالى نسافر ساوك النهاردة بقى هنطير على قرة اسيا عشان ناخد منحة من المنح القوية ان شاء الله اللي هي تعتبر من المنح المميزة سنويا بتقدم لطلبة الطلبة على مستوى العالم ويمكن قوتها بتيجي ان عدد المنح الممنوحة للطلبة سواء كان في الماجستير لان هي منحة خاصة بمرحلة الماجستير والدكتوراه سواء للماجستير او لدكتوراه الماجستير بياخده 200 والدكتوراه بياخده 300 يعني عندنا 500 منحة بتقدم من قبل المنحة الصينية او منحة هنسميها منحة لجمعة في الصين او منظمة بس بداية لازم اشكر جميع متابعيني على ثقاتهم في المحتوى وباذن الله قاعدهم بتقديم كل ما هو مفيد في عالم المنح والتدريب وتطوع وايضا عالم التأشيرات والهجرة اللي هنتكلم معانها قريب ان شاء الله ودعموكم القناة المعناوي له اثر ايجابي بالنسبة لي ان كنتوا تشتركوا في القناة ولكي استطيع تعقيق كل حلم طالب وطالبة من اختيار المنحة المناسبة لازت تحقق طموحه وتسطر المستقبل وعاحد جديد وحياة مختلفة سوف اكون اقدم الدعم المطلوب لجميع بدون مقابل فانا منكم وانتم مني في حالة وجود اي استفسار للمنحة يرجع كتابة السؤال اسفل الفيديو في الموقع الرسمي للقناة على اليوتيوب من هنا تضغط على من هنا هيدخلك على القناة الفيديو نفس اللي احنا بنتكلم عنه هتضغط عليه تكتب سؤالك وان شاء الله هتواصل معاك بشكل سريع وعدكم بتقديمكم اللي هو جديد لو انت بقى لسه جديد ومش متابق بقى شرفني بنضمك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان تشوف كل المنح اللي موجودة داخل القناة تعالوا كده بقى تشوف منحة اللي هي انسو او اناسو في الصين طبعا المنحة دي هتكون في سنة عشرين واحد وعشرين ممولة بالكامل تعالوا نشوف كده نبزة عن المنحة او على منظمة اي ان اس او دي منظمة او منحة من دولة الصين من منظمة اي ان اس او الدولية الغير حكومية ولجلة تهدف الى ربح تأسست سنة الفين وتمنتاشر وتضم سبعة وتلاتين مؤسسة العلمية في شتى انحاء العالم وتهدف الى تحسين القدرات والى رفاهية سبر العيش للانسان وتعزيز التفاعل والتواصل علميا على النطاق اكبر تمنح منظمة اي ان اس او عدد متين منحة للطلاب الماجستير وتلتمية منحة للطلاب الدكتوراه كل عام تعتبر معهد الاكاديمية الصينية العلوم هو العضوى المؤسس الرائد في اي ان اس او هو الرائع الرسمي لمنحة اللي هو ايه الاكاديمية الصينية للعلوم التمويل الخاص بالمنحة تمويل كامل لتكاليف الدراسة تذكر سفر زهاب وعودة من دولتك الى الصين مرتب شهري كالتالي الماجستير 3000 يوان اللي هو يعادل ربعمية وستين دولار امريكي والدكتوراه 7000 يوان يعني يعادل 1072 دولار امريكي بالاضافة ان التأمين الصحي مجانا طب ايه يا مميزات الملحة متاحة لكل دول العالم متاحة لكل دول العالم يعني كل واحد في دول العالم ممكن يقدم عليها تمويل كامل مع المرتب مع مرتب شهري زي ما عنا شهدت اللغة الانجليزية او الصينية غير الزامية ولكن حضرك لازم تتقن حاجة منهم عشان لغة التعامل متاحة لمدة ثلاث سنوات والدكتوراه لمدة اربع سنوات طيب اسماء الجامعات الصينية التي تدعم الملحة جامعة علوم والتكنولوجيا جامعة الاكاديمية الصينية للعلوم دولة الجامعات اللي بتدعم الملحة من خلال ابتعاس الناس اللي جايين من برة عشان يدرسوا فين في جامعاتين دولة ايه التخصات المتاحة في الملحة كل التخصات هتلاقوها متاحة في جامعاتين دولة اسفل او في الموقع الرسمي اسفل اسفل المدونة هتلاقوا الموقع الرسمي لايه للمرحة معايير القبول اجاب ان المتقدمين مؤهلين لا يحمل الجنسية الصينية ان يكون ماهرا في اللغة الانجليزية او الصينية زي ما قلنا للمتقدمين لبرنامج مستير ان يكون من بعد موليد واحد وتسعين يعني يكون عنده تلاتين سنة والدكتوراه يكون من بعد موليد ستة وتمانين يعني يكون خمسة وتلاتين سنة تلبية معايير القبول والطلاب الدوليين اللي احنا قلنا عليها عدم تولي مهام اخرى خلال فترة المنحة يعني حداك تكون مركز في المنحة بس هي المساعدات المطلوبة علشان نقدم للمنحة وركزه شوية نسخة من جواز سفرك تمام ولازم يكون صالح لمدة عمين استكمال السيرة ذاتية مع مقدمة موجوزة عن تجربة البحث ان حالك هتدرس ماجستير او دكتوراه وطبعا طبعا يكون في خطة البحث تكون انت مجهزها نسخة اصلية من شهادة الدرجات الجامعية لمتقدمين لبرنامج ماجستير شهادة درجة البكاريوس او شهادة التخرج الرسمية التي توضح حالة الطالب وتاريخ التخرج المتوقع اما بالنسبة للدكتوراه شهادة البكاريوس شهادة البكاريوس شهادة الماجستير او شهادة تخرج رسمية التي توضح حالة الطالب وتاريخ التخرج المتوقع طيب دي الاوراق الرسمية اللي هي مطلوبة منك عشان تقدم طيب ايه المساعدات المطلوبة في التعديم ايضا يبقى قلنا اهم حاجة قلناها النسخة الاصلية من اشهادات وايضا رسالتين مرجعتين يعني اللي احنا بنسميه رسالة توصية اتنين منها من الحكام تمام من الاوساط الاكاديمية المطلعة عليك يعني الناس اللي موجودين انت حضاك ماجستير يعني عندك فيه دكتور بيشرف على رسالتك او بيشرف على الرسالة في الجامعة تجيب من عنده رسالتين توصية طيب لن يتم قبر الرسالة المرجعية في نص رسالة بلاد الكتروني ما ينفعش تقدم رسالة توصية في البلاد الكتروني لازم يكون من خلال الدكتور نفسه لازم تكون محدد حضرتك خمس حاجة البحث المفصل اللي انت عايز تدرسه في المنحة ونسخة من صفحات العنوان وملاقصات بحد اقصى خمس اوراق اكاديمية اللي هي لو انت كنت نشرت بحث عندك او عندك بحث لو انت مسلا زي الدكتوراه بتكون عامل بحث في الماجستير لازم على الاقل تجيب خمس وراءات من البحث علشان يشوفوها ويعرفوا انت كنت بتتكلم عن ايه اين وجدت انه كنت لو كنت موجودة اسبات معرفة الوغة الانجلزية او الصينية زي ما احنا قلنا استمرت الفحص البدني للاجانب من هنا يعني ايه استمرت الفحص البدني يعني الحاجة الطبية نضغط عليها كده وهنلاقها تحت اسفل الفيديو تمام دي هي استمرت الفحص البدني الطالب هنتكلم عنها دلوقتي اسفل الفيديو طريقة التقديم على هذه المنحة يتم التقديم من رابط الموقع الرسمي لمنحة اخر موعد التقديم وواحد وثلاثين مارس تعالوا نخش على الموقع الرسمي للمنحة ونشوف اللي قلناه دوت شوفوا اهم حاجة اننا جبتلك كل حاجة في مكان واحد عشان ايه كل المعلومات تكون حضرة معاكم ادي التقديم الرسمي للمنحة زي ما قلنا تلات تلاف يوان سبعة تلاف يوان اللي هو المرتب الشهري تأمين الصحي مفيش رسوم للطلب طلب مجاني اعادة صفر بميلاده من هو التذاكر الطيران مدة تمويد ستة وتلاتين شهر الماجستير يعني تلات سنوات الماجستير واربع سنوات للدكتوراه لازم تكون معرفة بلغة الصينية او الانجليزية تمام الجزء التاني الاهلية زي ما قلنا هو لازم يكون سنك لحد من الموليد من بعد موليد واحد تسعين ومن بعد موليد ستة وتمانين شوف كل دي كلها حاجات موجودة لموقع الرسمي زي ما تشايفين ومعايير القبول اهيت اهى اخد بالك تحتاج لها وصورة على استاذ مؤهل الاهتمامك ووفق على قبولك انظر هنا هتضغط على ديت نركزه معايا اهو عندكم موجود تختار التخصص اللي انت عايز تدرسه زي ما انتو شايفين على يدك ليه صار التخصص اللي انت عايز تدرسه من خلال الحاجات اللي موجودة هنا فيه في الموقع طيب للمنح الدراسية الرسمي هنا وهنا يعني بقول لك لو انت حداك عايز تقدم الماجستير تضغط على هنا عايز تقدم على الدكتوراه تضغط على هنا النظامين كلهم مفتوحين من اول ديسمبر انا فتح بالزبط من تلت ايام ومفتوح حتى الان الموقع الرسمي هنا اهو ده الموقع الرسم تمام كده يا جماعة وهنا بدأ يحط لكم الشروط كلها اللي احنا قلنا عليها استمارة الفحص البدني او الطبي اللي احنا قلنا عليها من شوية قدل استمارة بتاعة الفحص البدني للطلبة اللي هم جايين اللي هو زي الكشف الطبي كده اهيت ادي الكشف الطبي يا جماعة اهيت بتطبعها بتوديها للمستشفى طبعا فيه بالانجلش والصيني ملكش دخل بالصين خليك في الانجلش بيعلم هو يعلم على كل حاجة زي مما طالبين كده اهوت زي مما طالبين وفي الاخر ايه يلطع الختم المحترم يقول فعلا ان ايه ان الطلب ده فعلا قدم اه كشف طبي مزبوط جدا من مستشفى معترف فيها او مستشفى حكومية طبعا كده يا جماعة كل حاجات طبعا حضرت لك في الاخر طبعا العنوان التليفونات ان انت او الايميل لو انت حضرتك عايز ترجع ليهم او تستفسر منهم على اي حاجة طبعا كده يا جماعة طيب تعالوا كده نشوف نفرقكم على قائمة الناس اللي فازوا السنة اللي فاتد في المنحة دي اهي عشان نحمسكم بس زيادة دي قائمة الناس اللي فازوا العام الماضي هناخد اول قائمة في الماديستير طبعا اغلبيتهم لو طيجت لحظوا اغلبيتهم طلبة من افريقيا يعني دليل كده للناس من افريقيا ما شاء الله مهتمة اوي بالمنحة دي تعالوا كده شوف جايب لك الاسم ده باكستاني كوريا اليمن في واحد ده في اليمن اسمه جمال باكستان اغاندا نيبال جيرماني المانيا اندونيسيا باكستان كل دولة الناس اللي كذبوا واخدين بالكو كل دولة الناس اللي كذبوا السنة اللي فاتت في المنحة دي لهم موجودين حاليا فين في الصين لو كانوا لسه موجودين يعني ولسه عايشين في في اليمن في طايلاند طبعا ان شاء الله ربنا يزيح الغمة ولما يجي معادة دراسة ان شاء الله ليك في السنة الجاية دراسة يكون مسموح انك انت تسافر بشكل حرية مع ان الحاليا مسموح للسفر زي ما انتوا شايفين دولة كل الناس اللي كذبوا فين في الماجيستير تعالوا كده نشوف اللي هما الدكتوراه ادي قيمة الدكتوراه بتحمل بس ادي قيمة الدكتوراه دولة الناس اللي كذبوا في الدكتوراه اللي هو البي اتش دي اوت باكستان باكستان الهند باكستان باكستان بنجلاديش باكستان باكستان ما شاء الله باكستان من وراء دليل ان هما بسم الله ما شاء الله اول من منح بتنزل على طول بيقدموا ويمكن كمان عشان باكستان قريبة من الصين باكستان باكستان عراق ما شاء الله عراق موجود هنا ايران ملاوي افراقيا انديا ايجبت ما شاء الله مصطفى ايجبت موجود كمان اهوت نيجيريا باكستان ايران يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله العدد كبير جدا اليمن ايران باكستان يمن ما شاء الله اليمن كتير انديا باكستان 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 ما شاء الله ايجبت كمان اهوت محمد كل دي منح ايه منح دكتوراه كل دي منح دكتوراه ايجبت برضو كمان اهيت أنا بوريكم دي الأسامة دي عشان أحمسكم وأقول لكم يا جماعة المنح حقيقية يا جماعة المنح حقيقية زبط ورقك وملفك ده إرسال كل أونلاين وترسل أونلاين للجامعة عشان ربنا سهل يكون لك إيه نصيب تعالوا بعد كده نشوف أبليكيشن التقديم من المنحة أدي أبليكيشن التقديم للمنحة هاي يا جماعة أول حاجة طبعا هتعمل لك حدك لسه ما عملتش يوزرنيم ولا باسوارد هتسجل من جديد تسجيل هتسجل في المنحة عشان تبدأ تسجل وتبدأ تتعامل مع الموقع اللي هي برامج دراس العليا عن لك برامج البكاريوس والماجستير وتبدأ تسجل في المنحة علشان حضرتك تكتب الكونية الاسم الأول بريد الإلكتروني كلمة سر وتأكيد كلمة سر وتحقق وتخش مباشرة على الموقع الإلكتروني عشان تسجل وترفع الملف بتاعك وزي ما أنا قلت لك بعد ما ترفع الملف بتاعك وبترفق المساندات المطلوبة بيروح الإيميل ليهم عن طريق الموقع ويشوفوا كل حاجة وبعد كده بيتواصلوا معاك إن شاء الله وزي ما قلت لكم نسبة الفوز بالمنحة كبير جدا جدا بس ما تشتغلوش في الوقت الضايع حضرتك أو حضرتك خلصت ورقك قدمه على طول عشان لو كان في استفسار يرساله لك أنا استغربته نهاردة من حاجة مع أنها مش جيدة عليها بس برضو حبيت أقول لكم ويمكن أنا أوريكم الإيميل اللي جالي منحة مقدم فيها ما كملتش الابليكيشن تمام؟ اللي هي الجامعة دي أهي؟ جامعة الـ I-U-B-S-L-H بعتين يقولوا أنت ليه ما كملتش الابليكيشن بتاعك؟ كمل الابليكيشن بتاعك؟ يعني إيه؟ يعني حضرتكم المنح اللي بنحطها منح حقيقية حقيقية لو حضرتك حبيت تقدم على أي منح من منح دي تأكد تماما إن هم هتواصلوا معاك في أقرب وقت ممكن فعشان كده بحمسك وقولك على طول قدم في المنحة وما استأخرش لأن إن شاء الله بإذن الله النجاح يكون حليفك وبإذن الله تحصل على ما تتمنى في الأخير كنت معكم أحمد المرسي في قناة تعالى نسافر سوا يا رب يا رب نحقت حق تموحك وتاخد نصيبك بإذن الله وفي الأخير أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء في مرحة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة